اخبار اليوم كم دكتور عمل بلوة وعمرنا ما نقدر نقول ان انت كتر المصرين وحشين كم مهندس عمل مصيبة وعمرنا ما نقدر نقول ان المهندسين وحشين وكام وكام في كل المجالات ليه تخلي الناس اللي هما بالاختصاص اللي هما بيصطدوا في الماء العكرة بيننا بين الناس وبين الزباط الشرطة ان هما ينجحوا ياخدوا حدث فردي في توقيت معين ويسخلوا الدنيا كلها عشان يستفيدوا بشكل او باخر من الموضوع ده ليه الناس دي لو عدت على الزبط وقالولوا سلامه عليكم الزبط مردش عليهم الكلام سيقولك شاهد الزباط التنطيب فيهم لغاية دلوقتي اي حاجة تتقالي يا سيدي اكيد فينا ناس وحشة واكيد فينا ناس كتير كويسة اكيد فينا ناس بتعمل بلوة وفينا ناس كتير مننا كويسة زي اي حاجة انا مش مخصص البخلية زي اي حاجة ليه تخلي الناس دي تنجح وتستطف المية العكرة وتسوى اي علاقة طيبة موجودة بين الناس وبين زباط الشرطة ليه ده احنا مساعد اول وزير عندنا اللوعة واخر عبد الكريم لو اي برنامج تكلمه الساعة 5 الفجرة ليه اسمه نزل تحته بيرد ليه الرجل ده اللي صحامل انه ساعة 5 الصبح ويتم ممكن يخلي اي حاجة تاني يرد ليه ما هو بيحافظ وبيدور وعايز يخلي المنظر حلو وانا وغيري 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 ليه عشان يخلي المنظر حلو شايف التمثيل يا عمي مش تمثيل انا بتكلم زي ما بتكلم معاك بتكلم عادي زي خالق الله وما قلتلكش وما طلعتش قلتلك واحنا بندفع في الحتة الفلانية واحنا بوتنا في الحتة العلانية اصل مرتبتنا اصل تسلحنا احنا زي الفل وعمرنا مشتكينة والدنيا كويسة وده مش موضوعنا ومش عايز يعني اخليك تبصلي من الحتة دي انا بتكلم على حاجة معينة ما تخليش الناس دي تنجح ان هي تبوز اللي بيننا وبينكو من اي علاقة كويسة ومش عارف اقول حاجة تانية بسلام السلام عليكم